اهلا بحضراتكم الحقيقة انه الكلام كتير جدا في اليومين اللي فاتوا عن الفيروس المخلوي التنفسي وده اللي خلى وزارة الصحة المصرية تصدر منشور لكافة مدريات الشؤون الصحية بالمحافظات يتضمن تعريفات محددة عن الفيروس المخلوي التنفسي وقليات الوقاية منه بين الاطفال والبلغين والعملين في القطاع الطبي وده للحد من انتشار الفيروس المخلوي وتجنب المضاعفات النتيجة عن الاصابة به وزارة الصحة قالت ان الفيروس المخلوي التنفسي يعيش على الاسطح الرخوة مثل الانسجة واليدين لفترة زمنية اقصر وللأسف الاطفال يتعرضون للاصابة بالفيروس المخلوي التنفسي في المدارس والحضنات ثم ينقلونه الى باقي افراد الاسرة واوضحت وزارة الصحة ان الفيروس المخلوي ينتشر على الانطاق واسع كمان وزارة الصحة اوضحت ان الفيروس المخلوي التنفسي يمثل خطورة على الاطفال الرضع في عمر ستة اشهر فاقل وكمان الافراد المصابون بامراض مزمنة او الرئة بالاضافة الى الذين يعانون من ضعف المناعة وكبار السن ممن هم فوق سن الخمسة وستين عام وايضا المصابون بهذا الفيروس معديين لمدة تتراوح من ثلاثة الى ثماني ايام والتعافي يتم في فترة من اسبوع الى اسبوعين وقالت الوزارة في منشورها ان اعراض الاصابة بالفيروس المخلوي تظهر على المصابين في فترة من اربع الى ستة ايام بعد الاصابة وقد لا تظهر اعراض او تكون اعراض بسيطة لكن الشخص يظل قادر على نقل العدوى لغيره وهذا الفيروس يمكنه الانتقال عن طريق الرزاز والتلامس المباشر وغير المباشر مع المريض والاطفال الذين يعانون من ضعف المناعة يكونوا مستمرين في نشر الفيروس لمدة تصل الى اربع سبيع بعد توقف ظهور الاعراض عليهم وزارة الصحة اكدت على انه لا يوجد مضاد حيوي لعلاج هذا المرض لانه فيروسي وليس بكتير ولا يوجد لقاح له حتى الان بسبب التغير الدوري في بروتينات هذا الفيروس لكن هناك علاج يتم يعطاه للاطفال في السن صغير مؤكدة ان اهم طرق علاج الاعراض البسيطة هي الراحة المنزلية واستخدام مخفضات الحرارة بارشادات الطبيب محذرة من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في مثل هذه الحالات المرضية الحقيقة ان وزارة الصحة وجهت عدد من النصائح لاولياء الامور لحماية اطفالهم من الاصابة بالفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء اهمها طبعا غسيل اليدين باستمرار والتنظيف المستمر للأسطح وتهوية الغرف بشكل جيد وعدم تقبيل الاطفال في مثل هذه الاوطان وايضا عدد من النصائح لتعزيز مناعة الاطفال منها كثرة شرب السوائل وتناول الاغذية التي ترفع المناعة وايضا تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي خلينا اقول لحضراتكم ان وزارة الصحة اوضحت من خلال منشرها ان لا توجد اي ابحاث علمية تفيد بالربط بين لقاح كورونا وظهور الفيروس المخلوي التنفسي وشددت على اهمية الوعي الاسري بالتعامل مع الامراض الفيروسية خاصة للفئات الاكثر عرضة للاصابة والحفاظ على الاجراءات الاحترازية وحذرت من استخدام المضادات الحيوية وحقنة البردة القتلة التي يلجأ اليها المواطنون داخل الصيدليات دون طبيب مختص مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم